هل يمكن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح مختلف عن الجرعتين الأولى والثانية؟ طبعا سؤال برز بعد الحديث عن الحاجة لجرعة ثالثة معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا بحسب تقرير نشرته شبكة MBC لا تزال إدارة الغذاء والدواء الأمريكية متشككة في خيار المزج بين أنواع اللقاحات المختلفة وذلك بسبب نقص البيانات نائب مدير قسم اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قال إن قرار الجرعات المعززة يشمل الحاصلين على لقاحات فايزر بايونتيك في هذه المرحلة ولهذا فإن المؤهلين للحصول على الجرعة الثالثة هم الحاصلون على جرعتين من ذات اللقاح هذا الأمر يعني أن الحاصلين على لقاحات موديرنا أو جونسون أن جونسون عليهم الانتظار لكن الطبيب تحدث عن سعي إلى طمأنة الحاصلين على جرعات موديرنا وجونسون أن جونسون دعونا نتابع ماذا قال صحتك مهمة تماما وعلينا التأكد من حمايتك ضد كوفيد-19 لهذا تعمل إدارة الغذاء والدواء مع موديرنا وجونسون لمعالجة البيانات بأسرع وقت ممكن بهدف تقديم توصيات حول الجرعات المعززة الطبيبة كريستينا راستاد من كلية الطب جامعة موري قالت لشبكات NBC News قالت أنها تتوقع الموافقة على منح جرعات معززة خلال الفترة القريبة المقبلة خاصة أنها تتشابه وتتشارك في التكنولوجيا المستخدمة في هذا اللقاح لكنها أضافت أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على الخلط بين جرعات اللقاحات لأن المعلومات المتوفرة حول هذا الأمر لا تزال محدودة جدا الطبيب في جامعة جونس هوبكنز ويليام موس قال أنه لا يوجد سبب مناعي للاعتقاد بأن خلط اللقاحين سيكون مشكلة بأي شكل من الأشكال خاصة للقاحات فيسر وموديرنا نتوقع أن تنتهي جائحة كورونا وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في غضون عام من الآن ولكن قد نحتاج إلى جرعة من اللقاح بشكل سنوي اشتركوا في القناة